سلام عليكم يا شمانسين طلبة الصف الثاني السنوي هنبدأ مع بعض في الباب التاني جبر آآ رياضة بحتة باب التاني في الجبر رياضة البحتة طبعا انت عافي ان هي آآ بابين جبر وباب باب تفاضل وباب حساب مسلسات فاحنا في الباب التاني جبر في الدرس الاول من ضمن خمس دروس في الباب الدرس الاولاني بيقول لي بيتكلم على حاجة اسمها القصص الكسرية والمعادلات القصية خلاص نبدأ اول حاجة خالص نرجع مع بعض على القصص اللي درسنا زمان اول حاجة القص درجع معنا لما اقول الف قص رقم قص نون مسلا الالف ده كان ثابت اللي هو بنسميه الاساس نرجع بس على القصص والاساس ده اللي هو الف لازم يكون عدد حقيقي ما بيسويش واحد لان هو لو واحد ما بقاش لي لازم الموضوع واحد قص ايه حاجة بواحد كان ممكن القص ده يكون موجب او سالم لما كان القص موجب يعني تلاتة قص اتنين دي يا جماعة معناها ان انا هضرب التلاتة في نفسها مرتين يعني تلاتة في تلاتة يبقى تسعة لو قلنا اربعة قص تلاتة دي معناها هضرب اللي اربعة في نفسها تلات مرات يعني اربعة في اربعة يعني اربعة وستين طب لما كان القص ده بيبقى سالب ده معناه القص السالب معناه اقسم العدد على نفسه عدد من مرات هنا هيبقى اتنين يعني هقسم التلاتة على نفسها مرتين يبقى واحد على تلاتة على تلاتة يعني تسعة اللي احنا كنا بنعملها كده على طول واحد على تلاتة تربية ماشا ليس وطبعا ده واضح واضح جدا ان القص لما ارفع الف السنون ده دايما بيديني عدد موجب حتى لو كان القص سالب دايما بيديني عدد موجب عشان كده القص ما بينتقش منها عدد سالب ابدا لان هي بتبقى ضرب العدد في نفسه عدد من مرات او اسمته على نفسه عدد من مرات الا بقى لو كان العدد نفسه ده عدد سالب دي قصة تانية يعني انا هنا ده بيكون موجب لو الالف موجب وش ده هيكون موجب حتى لو كان القص سالب. لكن لو القص بتاعنا اه لو الاساس بتاعنا هو اللي سالب فساعتها ممكن يكون موجب او سالب على حسب القص زوجي او فرد يعني. خلاص? نفتكر مع بعض خواص القصص. اول خاصية عندي وهي الف قص صفر بيساوي واحد. اي رقم قص صفر بواحد. بس الالف طبعا ما يكونش بيساوي صفر يعني. لان صفر قص صفر كماية غير معينة. اي حاجة قص صفر بواحد. ليه? بص يا شما انت. انا لما اقول لك ان القص معناها ان انا بضرب العدد في نفسه رقم من المرات بيساوي القص. يعني انا هنا بقول لك اضرب الالف في نفسه صفر مرة. يعني بقول لك ما تضربهوش. فما تضربهوش يعني واحد. مين محايد الضرب هو الواحد? بس كده. ادي اول النقطة. التانية ان العددين لو الاساس واحد في الضرب يعني هنا الف قص نين في الف قص نون بنجمع الاسس. التالتة لو الاسمة والاساس واحد فبنطرح الاسس. الرابعة الف قص نين الكل قص نون. الاسس بتضرب في بعض. يعني كان حتى في جملة كانت تقول لك قص القص درب من غير ما تبص يعني. يعني ما بحبش الطريقة دي بس ماشي. الخامسة لو انا عندي عددين مضربين مرفوعين لنفس القص فالقص بيتوزع ضربي. بقى الف قص نون في به قص نون واقدر طبعا اطبع عكس الخاصية. الستة القص بتوزع اسمة. يعني الف على به قص نون يديني الف قص نون على به قص نون. يعني هنا كده انا عارف ان الاسس توزع ضرب وقسمة. ولكن لا توزع جمع طرح. يعني الف زائد او ناقص به قص نون لا يساوي الف قص نون زائد او ناقص به قص نون. اتمنى ان لو الاسس سالب. الاسس لو كان سالب فده معنا ان احنا نقل بالمقدار نلغي السالب. دي خاص الاسس انت درستها زماني. طيب موضوع النهار ده بقى بيتكلم على القص الكاسرية. فاحنا هنبدأ نمهد له بما يسمى الجزور النوني. بص يا وشمال دلوقتي انا المعادلة لازم تكون فاهم ده في البداية. اللي اسمها سين والسنون تساوي الف. هذه المعادلة عشان رحلها. فعندي حالات. الحالة الاولى ان يكون النون زوجي. والالف ده عدد موجب. لو نون زوجي والالف موجب فساعتها المعادلة دي لها حلان حقيقيان. بص بك. انا عايزك تعرف ان المعادلة اللي اسمها سين قص نون تساوي الف دي لها نون جزر. بالقصين كده نون حل. هتقول لي ازاي وانت قيل هنا اتنين. هقول لك هي لها حلين حقيقيين. والباقي اعداد مركبة. طب احنا هنا شغالين فيها. يبقى ملناش دعوه بالعداد المركبة الوقتي. يبقى لو كان سين قص نون بيساوي الف ونون عدد زوجي فالالف اكبر من الصفر. يعني الالف كان موجب. فالمعادلة دي لها حلين حقيقيين اللي هما سين تساوي موجب الجزر النوني الالف. وسين تساوي سالب الجزر النوني الالف. يعني على سبيل المثال. لو عايزين نحل المعادلة دي. سين قص ستة بتساوي اربعة وستين. فيبقى المعادلة دي الحل الاولاني بتاعها هو سين مش القص زوجي هنا وده موجب. يبقى سين هتساوي موجب جزر السادس لاربعة وستين. الجزر النوني الالف. يعني هتساوي موجب اتنين على الالف. او سين هتساوي سالب الجزر النوني الالف. يعني سالب اتنين. ده كده اول حاجة خالص وده الحل الحالة الاولى. الحالة التانية باش موانسين للنوني يبقى زوجي. بس ساعتها الالف سالب. يعني القص زوجي والعدد اللي هنا سالب فدي ليس لها حل في حال. ما لهاش حل في حال. يعني مثلا. لما قل كسين قص اتنين بيساوي سالب اربعة. فطبعا انت عارف ان لما يعني انت عارف ده من زماني يعني المفروض ان ده هيساوي. مش القص زوجي? يبقى موجب او سالب جزر اللي هنا. مفيش جزر سالب. انا كده شاكغال في العربين مركبة. يبقى هنا مليش حل النفحة. النقطة التالتة باش مهندسين ان لو كان آآ النون فردي. والالف فهم مش فهم معها خالص. لو لو النون فردي فالالف مش فهم معها اطلاقا يعني. ساعتها الالف يهمني بس ان هو يكون عدد حقيقي مش واحد. او مش صفر اسف. يبقى هنا بيكون المعادلة ليها حل واحد. لها حل واحد حقيقي. والباقي عدد مركبة. فالحل الحقيقي دوت بيساوي الجزر النوني للعدد الف. هنا مش فهم معها بقى الالف سالب ولا موجب. يعني مثلا لما قولك حل المعادلة سين تكعيب بسالب سبعة وعشرين. يبقى هنا المعادلة مش القص فردي فسين هتساوي هو حل واحد بس طالما فردي. حل حقيقي واحد. لكن تلات حلول مركبة. لك انا بتكلم هنا في اعداد حقيقية. القص فردي ففي حل واحد حقيقي. القص زوجي ففي حلين حقيقيين. بشرط ان الطرف اللي هنا ده يكون موجب. ازا كان سالب فليس لها حل اصلا. يبقى هقولك دلقة هلخصك. يبقى هنا الجزر التكعيب لسالب سبعة وعشرين اللي هو سالب تلاتة. تمام? تمام. يبقى احنا هيا اطلع لا. لسه في حالة رابعة صح? لو كان الالف بقى بصفر. فساعتها المعادلة هيكون لها نون جزر متساوي. وكلهم بصفر. يعني مثلا لما اقول لك سين قصة اربعة بصفر. هنا بقى مش فرق معايا نون زوجي ولا فردي. فسين هتساوي الجزر الرابع للصفر يعني صفر. يبقى هنا لها اربع حلول حقيقية متساوي. وكل منها يساوي صفر. يبقى انت لما تحل معادلة زي كده. فحا. بنتكلم فحا. فالمعادلة دي لو كان القص زوجي فاما لها حلين حقيقين او ملهاش. على حسب لو هنا ده موجب فليها حلين حقيقين. لو سالب فليس لها حل. طب لو كان القص فردي فساعتها بيطلع لها حل وحيد. وده انت عارفوا من زمان. طب لو كان الطرف الشمال ده بصفر بغض النظر عن القص فبيبقى ليها حلها هو الصفر اللي هو على حسب على الحلول يعني. خلاص? ده بالنسبة للجزور النونية. لازم تكون فاكرها. فنتكلم بقى على آآ خواص الجزور النونية. او هنا في ملحوظة برضو قبل ما نبدأ. جزر النوني الالف والسنون ده بيساوي. بيساوي الف لو كان نون فردي. وبيساوي مقياس الف لو نون زوجي. يعني مثلا مثلا احنا عارفينه من الفيديو اللي فات على فكرة. بتاع القيمة المطلقة. لو قلنا الجزر الرابع لسالب اتنين قص اربعة. فده يطير ده بس بمقياس. يعني يديني مقياس سالب اتنين اللي هو اتنين. لان احنا بنعمل القص الاول وبعدين ناخد الجزر. طب لو قلنا الجزر التكعيبي لسالب اربعة قص تلاتة. لا ده عادي مفيش مشكلة يديني لو القص فردي يطيره مع بعضها من غير مقياس عادي. خلاص? طيب. نتكلم اخيرا بقى على احنا كده بفهمنا يعني جزر النونية. يعني باخد الجزر النوني للعدد ده. اه بص ده معناك جزر النوني الالف. خلاص? دي سمعت جزر النونية. خواص بقى الجزر النونية دي. هي هي خواص القص العادية. يعني القص العادية بتتوزع في الضرب والاس ما بتوزعش جامعة وطرح. اهي القصص. لا توزع جامعة وطرح. فالجزر النونية زيها زي القصص برضو. رقم واحد ان الجزر النوني لالف به. بيساوي جزر النوني الالف في الجزر النوني لبه. يعني بيتوزع في الضرب عادي الجزر. يعني مسلا لما اقول لك الجزر التربيع لسين صاد فده بيساوي جزر سين في جزر صاد عادي جدا. التانية ان الجزر النوني لالف على به بيسوي الجزر النوني الالف على الجزر النوني لبه. بتتوزع اسم عادي جدا. ولكن لا توزع جمع ولا طرح. يعني ده ما يسويش جزر الاول زائب او ناقص جزر التاني. وهواريك امثلة عليها في الصبولة اللي جاي. هندي يا رجالة امثلة على خواص الجزور النونية. اللي احنا لسه كتبنا من شانية بتتوزع في الضرب وفي الاسمه بتوزعش جمع ولا طرح. لو عايزين الجزر التكعيب السبعة وعشرين به قصة خمستاشة. مش دول مضروبين? فده هيديني الجزر التكعيب السبعة وعشرين فيه الجزر التكعيب ال به قصة خمستاشة. فدي على القلب تلاتة ودي هتطلع به قصة خمسة. وهتعرف كمان شوية ليه? خلاص? عندي مثل حاجة زي كده الجزر الرابع لواحد وتمانين سين قصة اربعة على صاد قصة اربعة على الجزر الرابع لصاد قصة اربعة على الجزر الرابع لصاد قصة اربعة. فدي تديك تلاتة. ودي ده هيتطير مع ده بمقياس عشان القصة زوجي. وتقسم ده على ده زي ما هتتعلم كمان شوية يديني صاد قصة اتنين بس اخد بالك بمقياس. بس كده كده المقياس مالوش لازمة لان اللي جواه موجد. يبقى شكله عامل كده ولسه هنهري في الكلام ده اكتر يعني. ونفهم هو ليه اصلا دي مثلا او دي اديتني به قصة خمسة ليه? بص بقى زيدي. كل ده بنهري فيه عشان نوصل للقصص الكسرية. ايه قصة القصص الكسرية دي? بص افن من شوية كان فيه حاجة اسمها الجزور النونية الجزر النوني الالف. دلوقتي الجزور النونية دي. عايزين نحولها للقصص الكسرية. فقالك ان ده بيديني الف قص واحد على نون وبصفة عامة. ده يديك الف قص ميم على نون اللي جواه على اللي برا. طب ازاي الكلام ده عايزين نثبته او نستنتجه? ازا فرضنا ان الجزر التربيعي للعدد الف هو الف قص ميم. يبقى ازا الف قص ميم بيساوي جزر الف? يبقى منها بتربيع الطرفين? بتربيع الطرفين? يبقى الف قص ميم قص اتنين بيساوي لما ربع ده هيديني الف. احنا عارفين ان الجزر ما بيطارش تربيع ولكن التربيع بيطار الجزر. اه بص اهو. ده يطار ده عادي. قصص تضرب في بعض. تديني الف قص واحد. مش الاساس بيساوي الاساس? ازا القص بيساوي القص? يبقى ميم بنص? اه. ده معناه. ان جزر الف هو نفسه الف قص نص. وده اللي احنا قلناه من شوية. ده اللي احنا كتبينه هنا. لان الجزر التربيع هو فيه اتنين هنا بس لا تكتب. فده المفروض يتعمل الف قص نص. الله ده كده بقى فيه طريقة جميلة قوي قوي قوي. بحول بيها من القصص او من الجزور تتحول لي القصص عشان اقدر اشتغل عليها بسهولة. يعني من هنا ورايح. الجزر النوني لالف قص نيم. البرنس ده الجزر الرخم ده اللي كان بي دايقنا اقدر احوله للصورة القصية الف قص نيم على بو. يعني كتدريب. الجزر التكعيبي لسين تربيع يديني سين قص اتنين على التلاتة. سين قص اللي جوه على اللي بره. عايز مسلا الجزر الخامس لسين. قص اتنين. تبقى سين قص اتنين على خمسة. يبقى دلوقت اقدر احول لك الجزور بالاثبات السهل ده للقصص. الكسرية. مسلا مسلا. عشان كده في المثال من شوية لما عملنا الجزر التكعيبي لبه قص خمستاشر الدني به قص خمسة. لان انا في الاخر هقسم خمستاشر على تلاتة تبقى به قص كام? قص خمسة. يبقى نقدر احول لك القصص الكسرية. للجزور. خلاص? فبالتالي مع مع نفس الخواص بقى. هو ده موضوع الحصة يعني. بس انت لاحز مسلا لو انا جاري حاجة زي كده. تسعة قص نص. تعرف تحولها? اه. مش ده قص كسري? انا معاه بقى انا هنا كان معاه القص او معاه الجزور. حولتها القصص كسري. طب لو معاك القصص الكسري. مش ده قص كسري احاوله القصص. يبقى احاوله الجزر والله? يبقى الجزر التربيعي لتسعة قص واحد. يعني جزر تسعة اللي هو تلاتة. طب لو عايزين نعمل خمسة قص تلاتة على الاتنين او تلاتة على الاربعة. فده يبقى الجزر الرابع لخمسة قص تلاتة. وتحسب. طب لو عايز اعمل مسلا سالب ستاشر قص رابع. فده هيديني الجزر الرابع لسالب ستاشر قص واحد وده فا يعني لا ينتمي لها. لان ما ينفعش تحت القص الزوجي يكون فيه سالب واحنا عارفين ده من المجال في الباب الاول. لكن لو فردي عادي. يعني مسلا لو قلتلك آآ سالب طم قص تلت. اللي قص بص هنا لما نيجي نحول دي لبجزور هتبقى الجزر التكعيبي لسالب طم نقص واحد. اهو ده عادي ده. بسالب نص وعدد حقيقي. انا بضربك بس بما ان الموضوع جديد نتضرب عليه بقى. طيب. لو انا بديتك حاجة زي ده باش مهنس. تمانية قص اتنين عالتلاتة. تعرف تحولها لي? انا اقدر اكتبها كده. الجزر التكعيبي ها? لتمانية قص اتنين. او اقدر اكتبها الجزر التكعيبي لتمانية لكل قص اتنين. هي هي. لان دي هي تمانية قص تلت قص اتنين. والقصص تتضرب في بعض فتبقى تمانية قص اتنين في تلتة يعني اتنين عالتلاتة هي هي. خلاص? وهكزا. طيب. اه تعالوا نروح نحل? او قبل ما نحل بقى. لاحظ ملحوظة اخيرة قبل ما نحل. ازا كان سين قص نيم على نون يساوي الف. فعشان احل المعادلة ليه بش مهندس هيبقى السين بتساوي الف مرفوع المقلوب القص ده. طب جات من اين دي? جات من اين يا هندسة? قالك بص يا سين. احنا لو رفعنا الطرفين لمقلوب القص ده تبقى سين قص نيم على نون قص نون على مين? بتساوي الف قص نون على مين? فده هتضرب في ده يديني سين. بتساوي الف قص نون على مين? يبقى نلخص بقى. ازا كان سين قص ميم على نون بيساوي الف. عشان احل المعادلة دي محتاج اخلص من القص اللي هنا. فالقص ده بخلص منه ازاي? بروح اقول سين بتساوي الف مرفوع المقلوب القص. كأنك بتودي ده الناحية التانية مقلوبة بش مهند. بس خد بالك الكلام ده لو ميم فردي. لو اللي فوق ده كان فردي. طيب لو كان اللي فوق ده زوجي. فهيبقى موجب او سالب الف السنون على مين. لو ميم زوجي. هروح نحل بقى ونربط كل الليلة الزرق اللي احنا اتكلمنا فيها دي. المسال اللي اولا لنا باش مهندسين بيقول لك ايه وجد ناتب كل من ما يأتي في ابسط صورة. يعني بيدربك على القصص الكسرية. الجزر الخامس لالف الجزر الف تكايد. ماشي. ده هيساوي? احنا متفقين ان الدرس الهدف منه اصلا هو تحويل الجزور للصورة القصية لتسهيل الشغل على الجزور. فاحنا اثبتنا ان المنظر ده هو هو الف قص ثلاثة على خمسة. وده دي هنا فيه اتنين وما تكتبش. ها? ما تكتبش. ده الف قص ثلاثة على اتنين. بننضربه الاساس واحد. نفس الخاص هنجمع القص يبقى الف قص ثلاثة على خمسة زائد تلاثة على اتنين يعني الف قص كام عشرة? هتبقى الف قص كام قص? واحد وعشرين على عشر. اللي هو اقدر عاملها كده. الجزر العاشر لالف قص واحد وعشرين. زي ما انا معلمتك من شوية. بعد كده المسال التاني. بيقول يا هندس اختصر لابسط صورة. الجزر الخامس لسين قص اتنين. في الجزر التكعيب لسين تربية. برضو بيدربني على الكسور. فانا والله باش مهندس دي مش دي سين قص واحد اقدر احول الجزر ده لسين قص واحد على خمسة. الكل قص اتنين. وده لسين قص اتنين على التلاتة. ومن خواص الاسس ان دول يتدربوا فوقت. فتبقى سين قص اتنين على خمسة زائد اتنين على التلاتة. يعني المقدار ده في ابسط صورة لما تجمعه مع الالة. تبقى سين قص ستاشر على خمستاشر. يعني هتساوي الجزر الخامس عشر لسين قص ستاشر. او ممكن اعملها ازاي? اعملها سين في سين قص واحد على خمستاشر. لان خد بالك قص ستاشر على خمستاشر دي يعني قص واحد واحد زائد واحد على الخمستاشر. فتبقى سين في الجزر الخمستاشر لسين. ممكن اكتبها كده. المثال التالت يا باش مهندسين في نفس السؤال ده عايز لابسط الشكل ده. الجزر التكعيب الالف قص سالب خمسة قص تنين. في الجزر الرابع لالف تكعيب قص تلاتة. ماشي. هنا باش مهندس دي هنحولها للصورة القصية تبقى الف قص سالب خمسة على التلاتة قص تنين. بالرحوة. ودي تبقى الف قص تلاتة على اربعة قص تلاتة. القصص تضرب في بعض تبقى الف قص سالب عشر على التلاتة. ودي تبقى الف قص تسعة على اربعة. يبقى اللي انت جايبه ده بيساوي الف قص سالب عشرة على التلاتة زائد تسعة على اربعة على قصة الجمع يعني هتساوي الف قص سالب تلتاشر على الاتناشر يعني هتساوي الجزر اللي اتناشر لالف قص سالب تلتاشر او ممكن اكتبها واحد مش القص سالب اقل بالمقدار يعني نزله تحت يبقى القص موجب من خواص القص يبقى هتساوي واحد على الجزر الاتناشر لالف قص تلتاشر ممكن تكتبها كده في ابسط صورة براحتك يعني احنا بنلعب مسال اتنين بيقول اختصر لابسط صورة الجزر الرابع لتمانية في الجزر التامن لوحد من مية في مية خمسة وعشرين على الجزر الرابع لخمستاشر تكاين في الجزر التامن لاربعة قص خمسة في ستة وتلاتين قص سالب تلاتة على التمانية ماشي بص يا سيد دي هعملها تمانية قص روبا ودي هتبقى واحد من مية قص تمانية قص تمانية قصة امنة ولا ايه ومية خمسة وعشرين دي ممكن اعملها خمسة قص تلاتة ودي خمستاشر قص تلاتة اربعة ودي اربعة قص خمسة على التمانية ودي ستة وتلاتين قص تلاتة على التمانية ممكن اعملها ستة قص سالب تلاتة على التمانية وممكن اسيبها على فكرة سالب ستة وتلاتين عادي او ستة وتلاتين عادي خلاص في حاجة تجمع الاسس بتاعتها مع بعض لا ما فيش بس انا عارف ان الاربعة دي ممكن اعملها اتنين قص ربع في تلاتة قص ربع دي ستة انا نسيت دي ستة قص اتنين قص ده ايوه والواحد من مية ده هيبقى واحد على مية قص توم يعني اه يعني واحد على عشرة قص اتنين قص توم في خمسة قص ثلاثة انا بحاولها بسطها الاقصى درجة خمسة عشر قص ثلاثة على الاربعة دي ممكن اعملها خمسة في تلاتة قص ثلاثة اربعة فاربعة قص خمسة على التمانية ممكن اعملها اتنين قص اتنين قص خمسة على التمانية واللي اتنين للقصص هتتضرب في بعض قص القص تبقى ستة قص سالب تلاتة اربعة ما تبسطكش برده طب وبعدين اتنين قص ربع تنزل في تلاتة قص ربع في واحد على عشرة قص اتنين قص توم يعني واحد على عشرة قص ربع يعني عشرة قص سلب ربع في خمسة قص تلاتة على خمسة قص تربع مش القصص بتتوزع في الضرب في تلاتة قص تربع واللي اتنين تتضرب هنا تبقى اتنين قص خمسة على اربعة والستة قص سلب تلاتة تربع زي ما هي طب وبعدين يا استاذة انا كده في حاجات ممكن تجمع مع بعض بس انا شاف ان في حاجات ممكن تسهل انا شاف هنا في اتنين وتلاتة وخمسة دول اسهل حاجة فالعشرة دي ممكن اكتبها اتنين في خمسة والستة دي ممكن اكتبها اتنين في تلاتة فيبع البسط بعبرة عن اتنين قص ربع في تلاتة قص ربع في اتنين قص سلب ربع في تلاتة او في خمسة قص سلب ربع من خواص القصص اوزع في ضرب. في خمسة قص ثلاثة. المقام يبقى خمسة قص ثلاثة تربعة. في اربعة او تلاتة قص تربعة. في اتنين قصة خمسة على اربعة. في اتنين قصا بتلاتة على اربعة. في تلاتة قصا بتلاتة على اربعة. فانا شAF ان دي ودي الاسس بتاعتها هتتجمع بصفر يعني واحد راح في وهنا ثلاثة قص ربع في خمسة قص سالب ربع في خمسة كايب وتحت عندك دي ثلاثة قص ثلاثة اربع ودي ثلاثة قص ثلاثة اربع يتجمع مع بعض القصص بصفر ثلاثة قص صفر بواحد ودي خمسة قص ثلاثة اربع في اتنين قص خمسة على الاربعة ودول يتجمع مع بعض تبديني اتنين قص خمسة على الاربعة ناقص ثلاثة على الاربعة يعني قص اتنين على الاربعة قص نص فيبقى ده المنظر النهائي بتاعنا ايه مع اني حس ان انا غلط في حاجة يعني انا غلط في حاجة ومش هرجع عيدة كله بصراحة هو الخمسة تبقى خمسة قص ثلاثة نقص خمسة قص ربع نقص ثلاث تربع يعني تبقى خمسة قص اتنين خمسة عشرين دول انا غلطان فيهم بقى يعني انت دور انت عشان انا ايه مش عادة ادور بس ده كله بصراحة في رقم فلات مني في رقم فلات مني خلينا في مسال تلاتة الوقتي ولو في اخر الفيديو لو قفشت الرقم هقول لك يعني مسال تلاتة بيقول لي وجد في حها مجموعة حل المعادلات الاتين رقم واحد تلاتة سين قص خمسة بيساوي سالب ستة وتسعين فاحنا ما بداينا ناسم على التلاتة ستة وتسعين على التلاتة دي على القلب سالب اتنين وتلاتين القص فردي والنحية التانية سالب ده شيء عادي فيش مشكلة عايز السين تبقى سين هنا مش ده قص فردي فده بيبقى ليه حل حقيقي واحد بيساوي الجزر النوني الجزر الخامس لدي فيطلع سالب اتنين اوحل لها من وجهة نظر القصص الكسرية مش دي سين قص خمسة على واحد بيساوي سالب اتنين وتلاتين يبقى السين بتساوي الجزر او سين هتساوي الكلام ده قص خمسة زي ما اتكلمنا في اخر ملحوظة قلناها يعني فيطلع سالب اتنين ان دي قص ميم على نون فيبقى هيديني العدد ده قص مقلوب القص يعني فيطلع سالب اتنين ولان ده فردي فبيطلع لي عدد واحد بعد كده المثال التاني بيقول لي سين قص ستة طبعا ده كله تابع نفس السؤال تلاتة بتساوي سالب اربعة و ستين فدي ليس لها حل من غير محل فاي يعني ملهاش حل حقيقي ملهاش حل فيها ليه لان القص زوجي والنحية التانية سالب ده مستحيل خلاص ده بالنسبة للتاني التالت بيقول لي سين قص اتنين قص اربعة بواحد وتمانين احل بقى من وجهة نظر حسط النهاردة ده اربعة على واحد فيبقى سين قص اتنين بتساوي واحد وتمانين قص واحد على الاربعة القص بيروح الناحية التانية مقلوب بس احط هنا موجة بسالب عشان ده زوجي يبقى مرة سين قص اتنين هتساوي لما تعمل دي على القلة تبديك تلاتة يبقى مرة سين قص اتنين بتلاتة ومرة سين قص اتنين بسالب تلاتة يبقى سين بخمسة او سين بسالب واحد يبقى دي مجموعة الحل سالب واحد وخمسة هروح الصبورة جان كمل مثال تلاتة لانه لسه في حبة حلوين تمام مسائل يعني تابع معا مثال تلاتة باش مهندس السؤال النقطة الرابعة في السؤال لا بيقول لي حليني المعادلة دي فانا لسه معلمك ان هنا سين هتساوي بص بق سبعة وعشرين هتودي لنا حيات تانية مقلوب واحنا اثبتنا ده واحنا بنشرح يبقى قص اربعة تلاتة هنا حط موجة بسالب ولا ايه ولا اعمل ايه قالك لا ما تحطش حاجة ليه لان ده فردي اللي فوق ده فردي ممكن تعملها على القلة او لو عملتها بيدك هيطلع لك ان هي تلاتة قص تلاتة اللي هي سبعة وعشرين والقصص تضرب في بعض ده يتضرب في ده يديني اربعة يعني الاجابة واحد وتمانية النقطة الخمسة في المثال ده باش موانسين بيقول لي الجزر الخامس لسين تربيع بيسوح طيب دي كده عشان احلاها احولها احنا اصلا مستفيدين من الدرس ايه ان هو علمني يحول الجزور للصورة القصية فيبقى سين قص اتنين على خمسة بيسوح عايز اجيب السين نفسها بقى اخلص من القص ازاي او ادي الناحية التانية بمقلوب ماشيه بس هنا موجب وسالب ليه عشان اللي اتنين زوجي اللي فوق زوجي خبالك يبقى سين هتساوي موجب او سالب واحد السالس بيقول لي حل ليه المعادلة دي عايزين نحل دي هندسة فوالله انا هحول الجزر للصورة القصية ده ده غرض الدرس اصلا وعشان احل دي اللي هنا ده هيساوي التمانية مرفوع القص كام مقلوب ده احط موجب وسالب ولا حاجة لأ لان ده فردي مش محتاج يبقى هنا دي يتأمل ده على الالة اما تأملها بايدك كده لو انت شاطر في القص يعني فيبقى اتنين قص تلاتة قص الكلام ده القص تتضرب في بعض تبقى اتنين قص اربعة اللي هيستاشر يبقى انا عايز احل المعادلة دي هتديني تلاتة سين زائد اتنين ولا زائد واحد دي بستاشر يعني هوادي بعكس الاشارة يبقى اربعتاشر يبقى السين باربعتاشر على تلاتة اعتقد يعني دي النقطة الستة تمانية السبعة السبعة باش مؤنسين بيقولي حليني المعادلة دي سين قص اربعة على التلاتة نقص خمسة في سين قص اتنين على التلاتة زائد اربعة بيساوي صفر اه دي صعبة فعشان احلها بص دي هي هي سين قص اتنين على التلاتة قص اتنين فلو انا شلت دي وحطت مكانها صاد مش احصل حاجة ودي خمسة في صاد ودي اربعة واروح احل دي على الالة هتطلع لي الصاد مرة باربعة ومرة الصاد بواحد بس الصاد ما هياش صاد يا مين هي سين قص اتنين على التلاتة وهنا الصاد تشال ويتحط سين قص اتنين على التلاتة يبقى من هنا السين هتساوي اربعة قص مقلوب ده يعني قص ثلاثة على الاتنين بس بالموجب والسالب عشان زوجي او السين هتساوي واحد قص ثلاثة على الاتنين برضو بالموجب والسالب عشان زوبي. يبقى من هنا سين هتساوي اعمل ده على لابة موجب او ثمانية او سين بتساوي موجب او ثمانية. يعني المعادلة دي لها اربع حلول. موجب او ثمانية. المثال الاخير. في النقطة دي يعني. في مسال تلاتة اخر نقطة. مديني سين تربيعة مقصد اربعة. سين مقصد تلاتتمQueز تلاتة على خمسة. بية ايدا. هادي. هروح انا عمل ايه? هفك كده او دي هنزلها. وده هيترفع لمقلوب القص. اخلص من القص بالنك توديلن لحية تانية بمقلوب. احط موجة مسالب لأ. لان ده فردي. يبقى ده موجة بس. يبقى سين تربيع نقص اربعة سين نقص تلاتاشر هتساوي. دي اتنين قص تلاتة. تتضرب تبقى اتنين قص خمسة اللي هي اتنين وتلاتين. دخل بعكس الاشارة وحل معادلة اربعية. يعني هتحلها على القالة تطلع لك سين بتسعة وسين بسالب خمسة. ماشي يا رايز? يبقى دول كده هم التمن مسائل اللي احنا ايه? اللي احنا اه لقناهم او المحلولين المشروحين في المقاصل. نيجل اللي بقى ادوى رجالة بقى وهي المعادلة القصية. دلوقتي انت ماشي مهندس ايه تعريف المعادلة القصية دي? هي معادلة بها مجهول او متغير موجود في القصة. فدي اسمها معادلة قصية. اسمها حلها? لازم لازم اكون واخد بالي من حاجات دي. لازم تكون واخد بالك من حاجات دي. رقم واحد. لو كان الف قص نون بيساوي واحد فده معنا من النون بصفر? ما هو ايه ام ترفع العدد لقص حاجة يديني واحد لو القص بصفر? فدي معادلة بالنظر تتحل. رقم اتنين. لو كان الف قص نون يساوي الف قص ميم يبقى نون بيساوي ميم. اللي احنا بنقول عليها لو الاساس. بيساوي الاساس. فده ينتج منه ان القص بيساوي القص. بس اخد بالك احنا هنا ما بنتغرش دول فدول يساوي بعض. فيش حاسمها كده. ده هو منطقيا دي خصية اسمها وان توان. دي خصية اسمها ايه? وان تو وان. ما فيش حاجة بتطير حبيبي. يعني ما تقوليش ده طار مع ده فغلط غلط. فيش حاسمها كده. انت ده ساوى ده يبقى اكيد القص بيساوي القص. ده منطقي ده بالمنطق مش بالطيران يعني ما تطيرش حاجة. والتالتة لو الف قص نون بقى ساوى به قص نون. لو كان القص هو اللي واحد فدي حالة خطر. لو القص زي القص. فدي خطر. ليه? لان ده معنا ان فيه تلات احتمالات. اما ان الاساس يساوي الاساس? وامة ان القص يكون بصفر. او اما ان القص يساوي او الف تساوي موجب او سالب به. وده في حالة ان القص كان زوجي. وهنا الف يساوي به لو الاص كان فردي. او ان القص يكون بساوي صفر وده في حالة ان الالف والبه مش بيساوي بعض. خط بالك لما اقول لك خمسة قصين بتساوي تلاتة قص سين. فده معناه ان السين بصفر. مش هينفع حاجة تانية. طب لو قلت ان الف قص سين بيساوي به قص سين والف لا تساوي به. هتقولي ده معناه ان القص ممكن يكون صفر. حتى لو الالف مش بتساوي البي. او ان الالف تساوي البيه. او ان الالف بموجب او سالب به عشان لو كان القص زوجي فموجب او سالب به لما تترفع قص زوجة يديني بها عادي جدا. يبقى تاخد بالك من الحالة دي. لو القص ساوي القص فساعتها دول يساوي بعض لو القص فردي. او واحد بينهم يساوي موجب او سالب التاني لو القص زوجي. او القص بصفر لو كان الف يساوي. لو كان الالف مش بيساوي البي. ولو بيساويها برضو القص بصفر. فتعال نشوف مزال يعني. في اه مزال اربعة بشمهندسين. يقول لي اوجد قيمة سينة التي تحقق المعادلات الاتاية. يعني امثلة بتناقش المعادلة القصية. فانت لما تيجي تحل معادلة قصية بشمهندس بتخلي الاساس يساوي الاساس او القص يساوي القص. فدي معادلة قصية ليه? لان القص في مجهولة. فعايز الاساس يساوي الاساس. فمن هنا دي هي نفسها اثنين قص تلاتة. فبقى الاساس بيساوي الاساس دي حالة سهلة. مفيهاش جدال مفيهاش احتمالات. يبقى ازا القص بيساوي القص. يعني سين زئت خمسة بتلاتة يعني سين بتساوي سالب اتنين. التاني. بيقول لي حلني المعادلة دي. تلاتة قص سين تربيع ما اصربعة بواحد. مش دا بيساوي واحد. اللي هو تلاتة قص صفر. الاساس بيساوي الاساس دي حالة سهلة. يبقى القص بيساوي القص. يعني سين تربيع ناس اربعة بصفر يعني سين تربيع باربعة يعني سين بموجب او سالب اتنين. التالتة بيقول لي حل لي المعادلة دي يا رايس. اربعة قص سين زايد اتنين تساوي سين قص سين زايد اتنين. اه استنى بقى. دي خطر. لان القص ساوي القص. فده خطر. فده معناه. اما ان الاساس يساوي الاساس. ماشي كده. سين تساوي اربعة ده لو كان القص فردي. لو كان القص فردي. او سين تساوي موجب او سالب اربعة لو كان القص زوجي. بس خد بالك هنا لو سين باربعة فالقص هيبقى زوجي. يعني القص ده هيبقى زوجي. فساعتها همشي بالاحتمال ده اقوى. او ان ده بيساوي صفر. القص بيساوي صفر. فساعتها سين ما ينفاش تساوي اربعة. يعني من الاخر هنا مجموعة الحل هي سالب اتنين وسالب اربعة وموجب اربعة. التلاتة دول ينفعوا. وده سؤال قوي. بعد كده عندك المسال الرابع. بيقول اربعة قص سين نقص تلاتة بيساوي تلاتة قص اتنين سين نقص ست. او هنا ولا الاساس سوا الاساس ولا الاسس سوا الاسس. بازا في لقطة تتعمل. فيش حاجة هنا بتندهلك العمل المشترك صاحبي. تبقى تلاتة قص اتنين في سين نقص تلاتة. تبقى عاملة كده ولا دي. مش دي مش الاسس مضروبة ممكن اعملها كده. يعني انا عملت عكس الخاصية دي. هي كانت بجاني مضروبة انا وزعتها كده. فيبقى في الاخر اربعة قص سين نقص تلاتة بيساوي تسعة قص برضو القص سوا القص فده خطر. فده معناه اما ده بيساوي ده او ده بيساوي موجب او ساب ده او ده مستحيل في الحالتين. فالاحتمال الوحيد هنا ان سين نقص تلاتة تساوي صفر القص بصفر. لان لو ده حصل هيخليه لو القص بصفر هيخليه الطرف ده بواحد والطرف ده بواحد فالدنيا هتبقى تمام والمعادلة سليمة جدا. ماشي يبقى هنا سين بكام بتساوي آآ تلاتة. بعدين عندي السؤال الخامس. بيقول لي اتنين عالتلاتة قص مقياس سين نقص خمسة. بيساوي تلاتة وتلاتة عالتمانية قصة باتنينة. طبعا ده محتاج يتبسط الاول. تلاتة في تمانية اربعة وعشرين وتلاتة سبعة وعشرين. سبعة وعشرين عالتمانية دي يعني تلاتة على الاتنين قص ثلاثة. كل ده قص سلب اتنين. واحنا عارفين انا كل ده في محاولة مني لتبسيط شكل السؤال. عارفين ان القص ستتضرب في بعض. تبقى تلاتة على الاتنين قص سلب ست. انا عايز الاساس يبقى زال اساس. فهقلب ده وغير اشارة القص. اقلب وغير اشارة القص من خاص القصص عادي الاساس بيساوي الاساس ازا القص بيساوي القص. دي الحالة السهلة القص لو سى القص دي الحالة الخطر. وهي اللي بقى معدلت مقهاض زي ما تعلمت الحصة للقابل اللي فاتت. او اللي فاتت. ان سين نقص خمسة هيveسم موجب او سالب ستة يبقى مره سين باحداشر او سين بسالب واحد. يبقى دي مجموعة حل المعدل الاخير. بعد كده المسال الخامس اعتقد ان ده الاخير لأ لسه. عايز برضو يحل مجموعة معادلات الاولى بيقول لي اتنين قص سين في الجزر التكعيبي الاربعة بيساوي الجزر التكعيبي الستاشر قص سالب واحد. ماشي. عايزين المجهول يبقى افطرف الواحد. يبقى اتنين قص سين هتساوي. دي هي ستاشر قص طلت قص سالب واحد يعني ستاشر قص سالب طلت. ودي اربعة قص طلت. اه محتاجين دي يبقى رقم واحد على الاقل. فالستاشر دي ممكن اعملها اربعة قص اتنين. يبقى في الاخر اتنين قص سين بتساوي. القصص هتتضرب في بعض يا هندسة. وتحت اربعة قص طلت. يبقى اتنين قص سين بتساوي. هط راح القصص. تبقى اربعة قص سالب اتنين على التلاتة نقص طلت يعني سالب واحد. اهو. يبقى اتنين قص سين بتساوي اتنين الاربعة دي انا عشان اخلي الاساس زي الاساس. يبقى اتنين قص سالب اتنين. يبقى السين بتساوي سالب اتنين. لان الاساس سوا الاساس يبقى القص بيساوي القص. النقطة التانية. يقول لاربعة قص سين نقص اه قصين تربية نقص واحد بيساوي تمانية قص سالب سين. عايزين نحل دي? فوالله عايزين الاساس يبقى زال اساس. مش هنعرف. فممكن انك تنعمل كده. او لا هنعرف. بني دي نخليها اتنين قص اتنين قص سين تربيع نقص واحد والقص بتتضرب في بعض. ودي اتنين قص ثلاثة في سالب سين. فتبقى اتنين قص اتنين سين تربيع نقص اتنين بتسوي الكلام ده. اساس سوا الاساس ازا القص. بيهي سوي القص? اتدخل بعكس الاشارة وحل معادلة. على القالة بقى باش مهندس تحل دي. هيطلع لك سين بتساوي سالب اتنين وسين بتساوي نص. المسال الاخير في الفقرة دي. عايز يحل المعادلة دي. تلاتة قص تلاتة سين زي تلاتة قص اتنين سين زي تلاتة قص سين على تلاتة قص تلاتة قص اتنين سين. فوالله هندسة انا واخد بالي ان فوق اقدر اخد تلاتة قص اتنين عامل مشترك. فده على ده نطرح الاسس يبقى تلاتة قص اتنين سين. ده على ده بتلاتة قص اتنين. ده على ده بواحد. كل ده على المقاب. طب ما دول نفس الحاجة هتينه مع بعض. طب عايزين الاساس يبقى الاساس. طب ما التسعة دي هي تسعة قص سالب واحد. والتسعة اقدر عاملها تلاتة قص اتنين. تبقى تلاتة قص سين بتلاتة قص سالب اتنين لما القصص تتضرب في بعض. يبقى سين بسالب اتنين. كده فضلنا في الدرس ده. مسال مشروح واحد بس اللي هو المسال ستة وبعدها نحل مجموعة تمارين من المعاصر على الدرس بما فيهم اثلت المهارات يعني. المسال الثالثة رجالة اخر مسال مشروح في المعاصر بيقول لي اوجد فيها مجموعة حل المعادلات القتائية. رقم واحد بيقول لي اتنين واسسين زايد واحد زايد اتنين واسسين نقص واحد بخمسة. فلما نيجي نحل المعادلة دي. فالموضوع صعب عشان خطر فيه دلتين قصيتين يعني. فانا اعمل ايه? قالك بص احنا ممكن نعمل كده اتنين قصسين. مش القص مجموعة. يبقى ده بيتحول للتنين قص الاول في اتنين قص التاني. انا كده بعمل عكس العمليات المعتادة ان انت لما بيقوا مضربين بتجمع القصص. انا جاي لي القصص مجموعة فحولها دار بعض. يبقى اتنين قص الاول في اتنين قص التاني. هنا نفس الشيء يعني. فاروح اخد اتنين قص سين عامل مشترك. فده على ده يديني اتنين. وده على ده يديني اتنين قصة بواحد اللي هي نص بخمسة. يبقى اتنين قص سين في خمسة على اتنين بخمسة. هقسم على ده نضرب النحية التانية في مقلوبه. فيبقى سين بتساوي واحد. الاساس سوا الاساس يبقى القص بيساوي القص. وممكن كنت من البداية تحلها حل اخر. اخد مسلا اتنين قص سين مقص واحد دي عامل مشترك. فلما قسم ده على ده يعني هنطرح القصص فهضطير السين يعني هيتبقى لتنين قص سين زائد واحد نقص ده. يعني نقص سين نقص واحد. زائد واحد هنا. دي زائد واحد. بيساوي خمسة. فمنها يبقى اتنين قص سين نقص واحد. دي هاتروح. يبقى اتنين قص سين اربعة زائد واحد خمسة بيساوي خمسة. يبقى منها. آآ هقسم يبقى اتنين قص سين نقص واحد بيساوي واحد. يبقى سين نقص واحد بيساوي. طبعا دي اتنين قص صفر. يبقى سين بواحد. ده كان حل اخر للمعادلة برضو يعني عادي يعيش بقى. السؤال التاني في نفس الفقرة. بيقول لي حل المعادلة دي خمسة قص سين. بيساوي ثلاثين. فانو والله عشان احل المعادلة دي هاخلص من المقام بالضرب فيه خمسة قص سين. فخمسة قص سين في خمسة قص سين يعني خمسة قص ننسي. ودي ده ربط في خمسة قص سين راحت ودي تلاتين خمسة قص سين. دخل بعكس الاشارة. بقت اللي قدامك دي حبيبي عبارة عن معادلة تربعية. لان دي خمسة قص سين قص اتنين. هي هي. فلو فرضت ان دي اسمها صاد دي بقى دي صاد تربع. يعني لو فرضت ان خمسة قص سين اسمها صاد. وحل المعادلة دي على القالة هتطلع لك صاد بقنطين. اللغمة كان بقى. اللغمة خمسة وخمسة وعشرين. بس احنا الصاد دي هي من البداية خمسة قص سين اصلا. فدي خمسة قص واحد تبقى سين بواحد. وخمسة وعشرين دي خمسة قص ننفى الاساس بيساوي الاساس يبقى القص بيساوي القص. دي جدا تمانين المعاصر مشروحة. والدرس تحس ان هو قديم اصلا يعني هو لضاف جديد انك ازاي تحول الجزور لأسس كسرية. هنحل اختياط المعاصر على الدرس طبعا مش كلها. انه ترقم اربعة. بيقول لي تلاتة سين زا قص سين زاة خمسة بواحد على سبعة وعشرين فاسين بكام? دي معادلة قصية حبيبي. لان القص فيه مجهول. فانا عايز الاساس يساوي الاساس او القص يساوي القص طب ما دي ممكن اعملها سبعة وعشرين قص سالب واحد. والسبعة وعشرين هي تلاتة قص تلاتة. والقصص تضرب في بعض. فبما ان الاساس بيساوي الاساس ازا القص بيساوي القص. يبقى سين بسالب تماني. ودي مش الحالة الخطر. عشان تبقى عارف يعني. بعد كده الخامس بيقول لي خمسة قصين مع قص واحد بيساوي اربعة قصين مع قص واحد فاسين بكام. دي الخطر بقى. دي معادلة قصية. عشان القص فيه مجهول. بس هنا الاساس مش هو اللي ساوي الاساس ده. القص ساوي القص. فدي ليها تلات احتمالات. اما ان ده بيساوي ده. او ده بيساوي موجب او سالب ده لو القص زوجي. وهنا الاحتمالات دي ضايعة طبعا عشان هما الارقام عندي اصلا. او ان القص بيساوي صفر. يبقى خلاص القص هنا بيساوي صفر. ماشي? لان لو القص بصفر يبقى دي بواحد ودي بواحد فالمعادلة بتتحقق يعني. بعد كده السؤال التامن. بيقول لي نص قص الف تربيع نقص الف نقص اتنين بواحد. والف موجب. فان الف كال. طيب. الواحد ده هو نفسه نص قص صفر. فيبقى منها اللي فوق بصفر. حل المعادلة. تطلع لك الف اتنين والف سالب واحد على الا ولكن ده هرفضه لان قال ان الالف ايه موجب. بعد كده عندي السؤال العاشر. العاشر بيقول لي ان تلاتة قص سين باتنين. واتنين قصصات بتسعة فعايز سين سات بتسوي كان. طيب تلاتة قص سين باتنين. يعني تقدر تقول ان التلاتة بتسوي اتنين قص واحد على سين. واروح جاي هنا. شايل. اللي اتنين او شايل استنى. ممكن اعمل دي تنين قص سين صاد قص واحد على سين. لان هي هي. واتنين بقت عاملة كده يعني. واتنين قص واحد على سين دي بتلاتة. فدي تلاتة قص اتنين. تبقى سين صاد باتنين. بس يعني هي الفكرة في اللقطة في الربط ما بين السين والصاد يعني. يبقى سين صاد باتنين يا باش ماني بس. ماشي? بعد جاء عندي سؤال اتناشر. بيقول لي ازا كان اتنين قص سين بخمسة فان اتنين قص سين زائد اتنين بكافة. بصي هندسة المنظر ده? انا ممكن اكتبه اتنين قص سين في اتنين قص اتنين. يعني القص سوزعها جمعة. طب اتنين قص أ accuracy على بعضها عندي بخمسة. واتنين قص اتنين باربعة يبقى الايجابة عشرين. بس كده مش لازم يعني اروح من هنا جيب سين تساوي كامي. مش لازم. لان الخمسة دي مش هعرف اعملها اتنين قص حاجة. فش هعرف. مش لازم اجيب السين. انا عندي اتنين قص سين على بعضها بخمسة. وانا هنا عايز اتنين قص سين على بعضها. فعلى بعضها بخمسة مش محتاج السين في حاجة. مهارات دي. بعد كده عندك سؤال تلاتاشر. بيقول لي مش مهندس ان سين قص تلاتة على الاتنين باربعة وستين فسين بكام. يعني حل المعادلة دي. دي مش قصية دي مش معادلة قصية خب بالك. ولكن عشان احلها فهقول ان السين هتساوي اربعة وستين اخلص من القصة وديه هناك بمقلوة. طب موجب وسالب لأ. لان ده فردي. اربعة وستين دي ممكن عملها اربعة قصة تلاتة او روح حسابة على الالة يعني وراح دمك. ولوس تضرب في بعض باربعة وستنين ستاشر. ده السؤال تلاتاشر. بعد كده عندي سؤال خمستاشر. بيقول لي اربعة سين قصة خمسة بمية تمانية وعشرين فاسين بكام. هتنسم على الاربعة يمين واشمال. مية تمانية وعشرين على الاربعة دي هتطلع معك بكامر. على ما اعتقد يعني. اربعة وستين لا. اتنين وثلاثين. طبعا القصة فردي فالمعادلة دي بيبقى ليها حل وحيد. او يا عمى من غير حل وحيد وحل التنجان. مش ده خمسة على واحد يروح الناحية التانية بواحد على خمسة. وهنا مفيش موجب وسالب عشان ده فردي. فتبقى سين باتنين. وشكرا. السؤال تمانتاشرة باش موانسين. بيقول لي سين وصاد تنتميان لحق. فان جزر سين تربيع صاد قصة بكامر. بص هندز. دلوقتي انا عارف ان الجزر بيتوزع في الدرب. فهيديني جزر سين تربيع جزر صاد قصة ستة. دي ممكن اعملها قصة تلاتة قصة اتنين. عادي هي هي. جزر ده دار التربيع بمقياس عشان ده زوجي. وهنا برضو ده يطار ده بمقياس عشان ده زوجي. فيطلع ان هي بتساوي مقياس سين في مقياس ستة كعيب يعني اقدر اكتبها كده عشان اطابق الاختيارات بتاعته. لان انا عارف ان المقياس بتوزع ضرب فده هو هو ده. خلاص? تاخد بالك من حاجات دي والنباش ايه? سؤال عشرين بيقول لك ان اتنين قص سين نقص واحد باربعة واربعين فان اتنين قص اتنين سين نقص اتنين بكاتر او قصين نقص اتنين بكاتر. دلوقتي انا عاقف انك بتفكر تيجي من هنا تجيب قيمة سين. بس انت مش هتعرف لان اللي اربعة واربعين دي مش اتنين قص حاجة. فمش تخلي الاساس زي الاساس. فبالتالي انت هتحلها بمهاراتك. انك تخليلي ده شبه ده. فاتنين قصين نقص اتنين دي ممكن عاملها سين نقص واحد نقص واحد. انا كده ما غيرتش حاجة. فتبقى اتنين قص سين نقص واحد. في اتنين قص سالب واحد. مش القصص لما بتبقى مجموعة بتتوزع ضرب. طب اتنين قصين نقص واحد بكامب اربعة واربعين. اتنين قص سالب واحد دي بنص. يبقى الاجابة اتنين وعشرين يا باش مهنز. بعد كده هاندي السؤال اللي بعده هو سؤال تلاتة وعشرين. بيقول لي مجموعة حل المعادلة تلاتة قص سين زل تلاتة واستلاتة نقصين باتناشر. عايز احل دي. لما بيبقى فيها الدولة القصية مجموعة بتبقى صعبة شوية. طب هنعمل ايه? قال لك بسيطة. احنا دلوقتي ممكن ناخد مثلا تلاتة قص سالب سين او تلاتة واستلاتة نقصين عامل مشتر. او ممكن ما نعملش كده. مش اعمل كده? تمام. ممكن دي تلاتة قصين. ودي تبقى تلاتة قص تلاتة على تلاتة قصين. قصص مطروحة حولتها جمع يعني. وافرض ان تلاتة قصين بصاد. يبقى صاد زائد سبعة وعشرين على صاد باثناشر وحل المعادلة دي. بس في الاخر اشيل صاد. وحط مكانها تلاتة قصين. فيبقى هضرب في صاد فيبقى صاد تربيع زائد سبعة وعشرين بيساوي اتناشر صاد. دخل باكس الاشارة وحل. عددين ضربهم سبعة وعشرين مجموعهم اتناشر على الالة هتديك تلاتة وهتديك تسعة. صاد بتلاتة يعني تلاتة قصين بتلاتة. صاد بتسعة يعني تلاتة قصين بتسعة يعني تلاتة قص اتنين. الاساس سوا الاساس فيبقى القص بالقص يعني سين بواحد. الاساس سوا الاساس فيبقى القص بالقص يبقى سين باتنين يبقى المعادلة دي حلها هي سين بواحد وسين باتنين. السؤال اللي بعدها باش موانسين سؤال سبعة وعشرين. بيقول لي عدد الجزور الحقيقية للمعادلة سين قص ستة بتساوي الف والف من جب. هو نقط. بصي هندا المعادلة دي ليها ست جزور بس مش في ها في كاف في مجموعة العداد المركبة. ولكن في ها عشان القص زوجي فهي ليها حلين. واحد بموجب او سالب الجزر يعني واحد بموجب الجزر الثالث لالف واحد بسالب الجزر الثالث لالف وهو قيل لي ان الف موجب فداشر جايب. يبقى لها حلان في ها. يعني ليها جزرين حقيقية. طب لو كان قال ان الالف سالب يبقى ليس لها حل. طب بفرد دي كانت خمسة. يبقى ليها حل وحيد فهان. خلاص لو القص كان فرد يعني. طيب السؤال اللي بعده سؤال واحد وتلاتين. عايز يحل المعادلة دي. فالقص هخلص منه بان انا وديه الناحية التانية مرفوة قص مقلوبة. يبقى تلاتة على الخمسة. يا تعمل دي على الايلا يا انت شاطر تعملها بايدك اتنين قص خمسة يتضربوا ببعض اتنين قص ثلاتة يعني تمانية. خليك سريع معاه شوية بقى. يبقى سين بحدوش. وطبعا محطتش موجب وسالب لان اخونا ده فردي. سؤال خمسة وتلاتين باش موانسين سؤال قوي. بيقول لي الف اقل من به اقل من الصفر اقل من جيم. عارفت جملة المكتوبة دي قبل ما اكمل معناها ان الف سالب وبه سالب وجيم موجب. يعني الف هنا سالب. وبه سالب. وجيم موجب. اكيد الحاجات ده تنفعني. قال لي فانا. هسمي المقدار اللي هو طالبه ده مين? جزر الرابع اللي به قصة اربعة جيم قصة اربعة. زائد به جزر الف ناقص جيم تربيع. على جزر الف تربيع به تربيع. بصوا يا شمال دلوقت انا ممكن دي من خواص القصص ده ضرب يعني القص واحد فممكن دي اعملها كده. جزر به جيم قصة اربعة وهنا اربعة. زائد به جزر الف ناقص جيم لكل تربيع. على نفس الشيء تحت اعملها جزر الف فيه لكل تربيع. ده بيطار ده بن قياس لو اللي تحت ايه? سالب. طيب لما تبقى به سالبة. وجيم موجبه فضربهم في بعض هيديني عدد سالب. صح كده? مش يبقى ديها تتفك المقياس به جيم. يبقى ده يطار ده بمقياس. طب الف ناقص جيم. الف ناقص جيم ده برضو هيطار ده. جزر يطار التربيع بس برضو بمقياس لانه الف ناقص جيم هيبقى مقتر سالب. على جزر الف به الكل تربيع ده هيطار ده بس من غير مقياس عشان الف سالب وبه سالب فضربوهم موجب. يبقى جزر هيطار التربيع من غير مقياس. ماشي. وبعدين يا استاذي. اللي هنا ده هيتفك لمقياس به مقياس جيم. من خلاص المقياس. تمام. ومقياس جيم ملوش لازم ان انا اكتبه لان جيم عدد موجب. فمقياسه نفسه. يعني المقدار ده هيصف صف على جيم في مقياس به. زائد به في مقياس الف ناقص جيم. تمام? على الف بي. طيب. تعالوا نوزع ده على ده. فهيدديني جيم على الف في مقياس به على به. زائد. لما نوزع ده على ده هيديني به في مقياس الف ناقص جيم على الف بي. فدي هتروح. وبه على مقياس به او مقياس به على به يا هيكون بواحد يا بسالب واحد. به سالبة بقى ده بسالب واحد. يبقى المقدار بقى سالب جيم على الف زائد مقياس الف ناقص جيم على الف. طيب وبعدين ما احنا ما وصلناش لحاجة من الاختيارات. نأمل ايه? قال لك بص يا سيد. احنا ممكن نوحد المقامات كده. وهيديني فوق مقياس الف ناقص جيم ناقص جيم. وناقص جيم دي ممكن اكتبها مقياس جيم عادي جدا. طيب مقياس الطرح مقياس الف مقياس جيم. لو الف سالب وجيم موجب. فمقياس الف ناقص جيم يعني سالب اتنين ناقص تمانية. الاتنين اللي هم نفس الاشارة فيتوزع. يبقى مقياس الف ده كده هيتوزع لان الاتنين آآ الف سالب وسالب جيم سالب يعني يعني جيم هنا موجبة والف يعني مسلا بص لما نقول مقياس سالب اتنين ناقص تلاتة. فده هيديني مقياس سالب اتنين زائد مقياس سالب تلاتة. يعني هيديني خمسة زال اللي فوق. لان احنا عارفين ان مقياس سين زائد صاد بيساوي مقياس سين زائد مقياس صاد لو ليهم نفس الاشارة. فالف وسالب جيم ليهم نفس الاشارة. فده هيتوزع مقياس الف زائد مقياس سالب جيم. ناقص مقياس جيم على الف. مقياس سالب جيم هو هو مقياس جيم. ودي هتروح مع دي. يتبقى لي مقياس الف على الف والف عشان سالب فمقياس الف على نفسه يديني سالب واحد. سؤال طرش. ده طرش يا هندسة. نروح للسؤال اربعين يا رجال. اربعين بيقول لي تلاتة قسسين زياد اتنين بيساوي ستة قسسين نقص واحد فاتنين قسسين بكام? بالروح. احنا دلوقتي عايزين نوصل لتنين قسسين. احنا مش نعرف نخلي الاساس بالاس لان حتى الست عشان اخليها شبه التلاتة. اخليها تلاتة في اتنين قسسين نقص واحد. فيبقى تلاتة قسسين زياد اتنين. ده ضرب فالقسس بتتوزع ضرب يعي تلاتة قسسين نقص واحد في اتنين قسسين نقص واحد. هقسم على دي عشان الاسسات واحدة. يبقى تنين قسسين نقص واحد بتساوي 3 لما اقسم على ده هاطرح القصص تبقى سين زايد 2 معص ده يعني نقص سين زايد 1 يا بقى تنين قسسين نقص واحد بيساوي تلاتة قسس 3 يعني سبعة عشر طيب مش دي ممكن اكتبها 2 قسسين في اتنين قس سالب واحد واثنين قسس سالب واحد دي اللي هي نص هاضرف في اتنين يبقى تنين قسسين بتساوي اربعة خمسين. هي دي الاجابة. بعد كما عندي السؤال اللي بعده اللي هو السؤال اربعة واربعين. سؤال اربعة واربعين يا باش مهنسين بيقول ازا كان تلاتة قصة الف. بيزاو اربعة قصة به. فهو عايز يجيب تسعة قصة الف على بيه. زيت ستاشر قصة بيه على الف بيزاو ايه كم? بص يا شمان التسعة انا قدر اخليها تلاتة قصة اتنين قصة الف على بيه. ودي اقدر اخليها اربعة قصة اتنين قصة بيه على الف. طيب من هنا بقى مش انا دي كده مش القصة تضرب تبقى اتنين الف على بيه? وهنا برضو تبقى اتنين بيه على الف? مفيش ها تتعامل بينهم ما تفكرش يعني. طب منا ممكن هنا خليها تلاتة قصة الف قصة اتنين على بيه. يعني ما هي هي? مش تضرب ابدالي? لو انا عملتها كده لما دوري تضربه في بعضها يديني له. وهنا خليها اربعة قصة بيه قصة اتنين على الف. فتلاتة قصة الف على بعضها باربعة قصة بيه. اشيل دي وحط اربعة قصة بيه. واربعة قصة بيه على بعضها بتلاتة قصة الف. فلما القصص تضرب في بعض تديني اربعة قص اتنين تديني تلاتة قص اتنين يبقى الاجابة ستاشر زائد تسعة خمسة وعشرين. خلاص? ده بالنسبة للسؤال رقم اربعة واربعين. يعني خمسة واربعين نفس الفكرة انت ادوس فيها. نلوح ناخد اصلة المهارات. اول سؤال في المهارات يا باشموهنسين بيقول لي لو سين اقل ما الصفر فانا جزر سين تربيع نقص الجزر التكائيب لسين تكائيب نقص جزر سين تربيع نقص اتنين سين زائد واحد بيساوي كامل. بص هالنسب. سين اقلم الصفر ده هيطار ده بس ابن قياس. عشان القص زوجي. ده يطار ده عادي لان القص فردي مش فرمعها اصلا. طب ودي مده مربع كامل. ده هو نفسه سين نقص واحد لكل تربيع. فيبقى عندي مقياس سين ناقص سين. وده هيطار ده برضو بمقياس. زائد واحد. فبقى المنظر شبه كده. مقياس سين ناقص مقياس سين ناقص واحد. ناقص سين زائد واحد. هل المعادلة دي هتوصلني لشكل يعني هل دي ليها نمط? اه تعال نشوف. احنا مقياس سين قال ان سين سالبة. طالما سين سالبة بص المفروض مقياس سين ده بيتعرف على انه سين وسين اكبر منه وساوي الصفر وسالب سين وسين اقلم الصفر. فطالما سين سالبة يبقى مقياس سين بسالب سين. وبرضو هنا طالما السين سالبة يبقى مقياس سين ناقص واحد بنفس الطريقة بيساوي واحد ناقص سين. يبقى سالب سين ناقص واحد زائد سين ناقص سين زائد واحد. فدي تروح. والواحد يروح يطلع الاجابة سالب سين. سوالطرش. عايز صالب فاهم ومركز. ان انت لو سين سالبة فالمقياس ليه تعريف واحد بس. ما هو انت كده شغال على المقياس في الفترة دي. خلاص? تعال روح للي بعده. اللي بعده الشعلار باعة. بيقول لي عايز احل المعادلة دي. فالسيادتك عشان نحلها ما تقسمش على حاجة لان ده غلط. لما تقسم على متغير فانت بتطير حل من الحلول لان هو وارد يكون بصفر. فهندخل بعكس الاشارة هو بيناقش الحتة دي على فكرة. وناخد مشترك بقى سين قص اتنين على التلاتة مثلا. فلما ليه نقسم ده على ده? يعني هنترح القصص. تبقى سين قص تلاتة على الاتنين نقص اتنين على التلاتة على الآلة. ثواني تبقى ستة. ومقصات يبقى تسعة نقص ربعة خمسة. ناقص ده على ده بواحد. يبقى مرة سين نقص اتنين على التلاتة دي هتساوي صفر. او الكلام ده هيساوي صفر. دي تديك سين بصفر زي ما احنا موضحين في الحل في البداية. ودي هتديك سين قص خمسة على الستة بواحد. فده يروح مقلوب بستة على الخمسة ومش احطه موجة بوسالب عشان ده فرد. يبقى هنا بواحد. يبقى مجموعة الحل صفر وواحد. اوعد ضاية على الصفر من الحلول بتاعك. ما تقسمش على متغير طالما احتمال قيمته تكون صفر. اللهم بلغ طالما فشل. النقطة التسعة بيقول لي الجزر النوني الالف في الجزر الميمي الالف بيسوي ايه? عايزك بتختار يعني. فاحنا دي عارفين ان هي تبقى الف قص واحد على نون ودي تبقى الف قص واحد على ميم فالقصص هتجمع تبقى الف قص واحد على نون زgin واحد على ميم تيف يعني ده ممكن يتعمل على انه الجزر اا اا او لا استنى لا معرفش لاني مش اعملها في شكل كسر واحد فاكتبها في شكل كسر واحد بتوحيد المقامات فاعمل مقصات يبديني ميم زائد نون كده اقدر اكتبها لك في شكل جزر نون في ميم ها الف قص ميم زائد نون بس كده ماشي واحد يقول لك يا استاذنا ما احنا من البداع عارفين ان الجزر طالما بيتوزع في الضرب فاندمجهم استنى الدليل مش واحد ما لهومش نفس الرطبة الجزرية خد بالك. نروح في الصبورة الجهة ناخد اخر مسائل اللي هو السؤال التاني اللي عايز يحل شوية معادلات دول. اخر سؤال فاصلت المهارات يا رجال عايز يحل المعادلات القتائية. رقم واحد عايز يحل خمسة قصين نقص واحد في سين قص اتنين نقص سين بيساوي خمسة. بص يا هندسة دي خمسة قص واحد ودي خمسة. فانا خمسة قص واحد. على لما اقسم دول هطرح القصص تبقى واحد مقص دي. يعني واحد مقصين زايد واحد. يعني من هنا سين قص اتنين نقصين بتساوي خمسة قص اتنين نقصين برضو. مش فيه. فالقص بيساوي القص. يبقى ده معناه اما الاساس يساوي الاساس. او ان الاساس يساوي موجب او سالب خمسة. ده في حالة القص فردي ولا زوجي. بس اخب بالك هنا لو سين بخمسة فالقص بتاعنا يعني القص هنا مستحيل يبقى زوجي فيها بخمسة. مفيش سالب. انت لو عوضت عن سين بخمسة هنا. فيبقى دي سالب تلاتة ودي سالب تباتة. مستحيل يبقى زوجي. فبالتالي يسيبك موجب او سالب. او ان القص نفسه بيساوي صفر. وفي الحالة دي تبقى سين باتنين. يبقى هنا القيم سين اتنين وخمسة. السؤال اللي بعده. انا هحل لهم معاك كلهم. عايز سين نقص تلاتة قص سين. مواقص خمسة بيساوي واحد. فحضرتك المنزر ده بص بص انا مك اشوف الواحد ده على انه سين نقص تلاتة قص صفر. فساعتها هساوي القص بالقص تبقى سين نقص خمسة بصفر يعني سين بخمسة. ومك اشوف الواحد ده على انه واحد قص سين نقص خمسة. فساعتها اه هشتغل اجيب السين هتساوي اه ساعتها يبقى الاساس هو اللي بيساوي الاساس يعني سين نقص ثلاثة بواحد. يبقى سين بكام باربعة? يبقى سين باربعة او سين بخمسة. بص. طب شوف المسال التالت والاخير. سين نقص ثلاثة قص سين نقص ستة بواحد. برضو هنا ممكن ابصل دي على انها سين نقص ثلاثة قص صفر. فساعتها هساوي القص بالصف يبقى سين بستة. وممكن ابصلها على انها سين او واحد قص سين نقص ستة. فساعتها سين نقص ثلاثة تبقى بواحد يبقى سين باربعة. ماشي كده? وممكن الاتنين يبقى بواحد بس يعني الاتنين لو بواحد فساعتها يبقى سين بسالب خمسة. يعني هنا ستة واربعة. اه. اه. وفي احتمال تاني صح? ان القص ده لو كان زوجي ممكن دي. لو حطيت سين هنا باتنين. يعني سويت الاساس ده بسالب واحد. فساعتها تطلع سين باتنين لان سالب واحد لو القص زوجي ما هيسين تلقيت لي باتنين. فلو القص زوجي يبقى سالب واحد قص سالب اربعة بمجاب واحد عادي شغاء. وهنا برضو هنا لو كنت سويت ده بسالب واحد كان هيبقى عندي مشكلة ان سين لما تطلع باتنين هتبقى اتنين قص سالب تلاتة. فده ما يسويش واحد ده يساوي سالب واحد. عشان كده الحل بتاع دي لي قيمتين انما دي ليه تلاتة اتنين واربعة وستة. ماشي? يعني نقدر نلخص المسألتين التانية والتالتة دي نكتب ملحوظة عليهم. ان لو مسلا دال سين. قص ريه سين بتساوي واحد فده معناه ان فيه تلات قيام. ان الدلة اساوي الدلة اللي تحت دي بالواحد وده هيطلع لي حل اكيد. وساوي الدلة اللي فوق بالصفر وده هيطلع لي حل اكيد. وساوي اللي تحت دي بالسالب واحد وده ممكن يطلع لي حل او لأ على حسب بقى انت تشيك بعدها. تشوف لوس فردي ولا زوجي وتشتاد. خلاص يعني هنا ده احتمالية حد. بس هلا اصلا.